اشتركوا في القناة الامام الشفعي لكن في الاول هديكم نبزة عن حياة الامام الشفعي اسمه بالكامل ابو عبدالله محمد ابن ادريس الشفعي المطلبي القرشي ولد 150 هجرية الموافق 767 ميلادية في فلسطين وتوفي 204 هجرية الموافق 820 ميلادية في مصر عن عمر يناهز ال53 عام تقريبا الامام الشفعي هو ثالث الائمة الاربعة عند اهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشفعي في الفقه الاسلامي ومؤسس علم اصول الفقه وهو ايضا امام في علم التفسير والحديث وعندما عين ققاديا عرف عنه العدل والزكاء ورجحت العقل والحكمة لذلك اسنى عليه كثيرا علماء عصره حتى قال فيه الامام احمد كان الشفعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس بعد ولادة الشفعي انتقلت به امه الى مكة وعمره سنتان فقط فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ الموطق للامام مالك وهو ابن عشر سنين واخذ ينهل من العلم في كل مكان بمكة واينما وجد هو كان يبحث عن العلم في كل مكان فهو كان يعرف عنه كسرة الترحال والصفر فهاجر الشفعي للمدينة المنورة طلبا للعلم عند الامام مالك ابن انس ثم ارتحل الى اليمن وعمل فيها ثم ارتحل الى بغداد في سنة 184 هجرية فطلب العلم فيها ايضا عند القاضي محمد ابن حسن الشيباني الذي انقص حياته فيما بعد من وشاية والي نجران الظالم الذي كان الامام الشفعي ينصحه وينهيه عن ظلمه للعباد فقام هذا الوالي الظالم بكيد المكائد والدسائس ضده فارسل الى الخليفة هارون الرشيد رسالة يقول فيها ان تسعة من العلويين تحركوا ضده ومنهم الامام الشفعي واسترسل قائلا اني اخاف ان يخرجوا وانها هنا رجلا من ولد الشافع المطلبي ويقصد هنا طبعا الامام الشفعي لا امر لي معه ولا ناهي ويعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه فارسل له الخليفة هارون الرشيد ان يحضر له اولئك النفر التسعة من العلويين ومنهم بالطبع كان الامام الشفعي ويقال انه قتلهم جميعا ونجى الامام الشفعي بفضل المعرفة الجيدة لقادي محمد ابن حسن الشيباني للامام الشفعي وانه من المستحيل ان يكون فعل هذا الامر وخرج عن طاعة الحاكم اللي هو الخليفة هارون الرشيد وايضا لما وجد في الامام الشفعي من قوة حجة ورجاحت عقل في الدفاع عن نفسه وبعد تلك المحنة اخذ الامام الشفعي يدرس المذهب الحنفي وبذلك اجتمع له فقه الحجاز الممثل في المذهب المالكي وفقه العراق الممثل في المذهب الحنفي عاد بعدها الشفعي الى مكة واقام فيها تسع سنوات تقريبا واخذ يلقي دروسه في الحرم المكي ثم صفر الى بغداد للمرة الثانية وقام بتأليف كتاب الرسالة الذي وضع به الاساس لعلم اصول الفقه ثم صفر بعد ذلك الى مصر سنة 199 هجرية واخذ ينشر مذهبه الجديد ويجاد المخالفين ومن هنا بدأت محنة الامام الشفعي التي ادت الى مقتله على يد اتباع المذهب المالكي المتعصبين لمذهبهم والذين كانوا يرفضون اي فكر مخالف للامام مالك والمشكلة الكبرى للامام الشفعي مع اتباع المذهب المالكي انه رفض تقديس الامام مالك وتقديس فقه فهو رفض تقديس وعبادة المنتج المعرفي للامام مالك اللي هو الموطأ بالطبع وقال انه مجرد عمل بشري قابل للصحة وقابل للخطأ وليس منتج مقدس يجب علينا عبادته فهي مجرد اجتهادات علماء قابلة للصواب او الخطأ فلماذا كل هذا التعصب وهو يعني الصدق في كلامه هذا ويتذكر المصادر ان المنهج الفقهي للامام الشفعي كان مخالف لما كان عليه معلمه وشيخه الامام مالك وبالرغم من ان الامام الشفعي تتلمز على يد الامام مالك ولكن هذا لم يمنعه من نقد ورفض بعض افكار مالك فهو لم يقدس ويعبد استاذه كما فعل اتباع المذهب المالكي وهذا الخلاف الشديد الذي كان بين اتباع الامام مالك واتباع الامام الشفعي كان يصل في بعض الاحيان الى التلاسن والتشاجر والعراق في صحات العلم والفقه حتى على ابواب المساجد حيث كان يرفض المتعصبين للامام مالك بالسماح للامام الشفعي وتلاميذه ان يدخلوا المسجد فكل من الطرفين كان متعصب الى امامه ومنهجه وبالاخص اتباع المذهب المالكي وكان يتميز الامام الشفعي بتوضعه وحسن خلقه ووسطيته وعدم تعصبه لرأيه وكان رجلا وسطيا بمعنى الكلمة ولذلك احبه المصريين كثيرا واتبعوا مذهبه الوسطي البعيد عن التعصب والمغالاة ولقد اخذ الامام الشفعي على اتباع المذهب المالكي انه عندما كان الناس يقولوا قال رسول الله فاتباع مالك كانوا يقولون قال مالك مما جعل الشفعي يقول ان مالك ليس الا بشر يخطئ ويصيب ودفعوا ذلك الى وضع كتابه في خلاف مالك فغضب منه المصريون المالكيون اتباع المذهب المالكي غضبا شديدا واخذوا يحاربونه فتعرض للشتم القبيح والدعاء عليهم من على منابرهم واتهموا انه فرق بينهم والقى بينهم الشر بعد ان كانوا واحد وكانوا يقصدون هنا بالطبع انهم كانوا جميعا متفقين على الفقه المالكي ولكن بفكرك الفقه الجديد هذا فانت افسدت وحدتنا وفرقت بيننا وهذا يؤكد بالطبع على حالة الجمود الفكري عند اتباع المذهب المالكي الرافضين لكل تجديد او حتى فكر مخالف لما اعتادوا عليه وهي دي محنة كل مجدد او محدس حتى في عطرنا الحالي فللأسف الشديد في كل شعوبنا العربية نرفض اي تجديد او حداسة يعني اي شخص يحاول ان يخرجنا من جمودنا يعني من هذا الجمود الفكري ننعته غالبا بالكفر والزندقة والعلمانية وعدم المعرفة والجهل ونقلل منه وخاصة دائما نتهمه بالعمالة والخيانة يعني الى اخره يعني يجب علينا ان ننتقص منه لمجرد انه يحاول ان يحدث من افكارنا ومن عقليتنا حتى تناسب هذا العصر الحديث للأسف الشديد الامة العربية يعني شعوبنا في الامة العربية تعشق الجمود الفكري وتكره التجديد المهم نرجع لمحنة الامام الشافعي مع المالكية واتباع المذهب المالكي وبما ان الامام الشافعي كان صاحب فكر مخالف للمالكية فكان الرفض له رفضه تام والفكره وبطريقة بشعة لدرجة انهم كانوا يدعون عليه بالموت وان يفرق الله بينه وبين روحه وجسده ولاننا امة لا تقدر علمائها ولا تعرف ثقافة الاختلاف فقد ظهر من يكن العداء للشافعي ويتهم بالكفر والزندقة والخروج عن الدين الشافعي زندق كافر خارج عن الدين حسب فكر اتباع المذهب المالكي وكان من بين هؤلاء فتيان اشهب ابن عبد العزيز وهو احد اتباع الفقه المالكي وكان خطيبا واماما فاعتلى المنبر يوما وقال ان لهم امت الشافعي وان لا زهب علم مالك وانداصر تخيلوا معي ان من يدعي على الامام الشافعي امام مسجد يعني امام جامع بدل ما يعز الناس بالحسنة وبالخير وبالمحبة بيعزهم بانهم يدعوا على الامام الشافعي يعني ربنا يخلصنا منه وانه يموت وهو من تسبب في مقتل الامام الشافعي لذلك دائما يعني اتمنى ان تتخذوا حذركم من ائمة المساجد لان بيبقى فيهم كسرين يعني منهم ارهابيين يعني هذا الرجل تسبب في مقتل الامام الشافعي حيث كون مجموعة من الفتيان تترصد بتلاميذ الشافعي وتتحرش بهم وتمنعهم من دخول المسجد واشعوا بين الناس ان الصلاة خلف الشافعي لا تقبل وحعيد كلامي مرة تاني اللي بيعمل كده امام جامع اللي هو المفروض بينصح الناس ويوعيهم يعني شفته التعصب للمذاهب بيعمل ايه ولما علم الشافعي بكل هذا دعاه للمناظرة فلما انتصر الشافعي يعني برأيه وحجته زاد اتباع المذهب المالكي حدا عليه فانتظروه وهو خارج المسجد فضربوه على رأسه بمفتاح كبير من الحديد وتسببت هذه الضربة في موت الشافعي وبالطبع من قتله يظن انه احسن صنعا وتخلص من عدو الله وان الله تعالى سيدخله الجنة على فعلته هذه بالطبع لان امام جامع هو من افتأ بضرورة قتل الامام الشافعي هذه هي العقلية انت تعرفوا الارهاب يأتي من اين يأتي من ائمة جوامع يعني تحد على الكراهية وعلى قتل الاخر وعلى تكفير المذاهب الاخرى ومن هنا يأتي الارهاب وهي دي مشكلة الامة الاسلامية انها بتستمع لأئمة جوامع جهلاء يعني هذا الرجل المسكين الشافعي فقط حياته بسبب فتوى من امام جامع كفروا فيها احنا ممكن نقول باختصار ان الكارثة او المصيبة الكبرى تكمن في التعصب لمذهب بعينها او دين ما على حساب العقل فكل من يتصور انه يملك الحقيقة المطلقة وحده وانه هو فقط ويسهل عليه تكفير الاخر ونعته بالكفر والزندقة واستحلال دمه كما حدث مع الامام والفقيه والمجدد الامام الشافعي وطبعا دي نتيجة طبعية للتعصب المذهبي وعدم وجود مرونة في العقل لتقبل الفكر الاخر وهذه المشكلة نواجهها حتى يومنا الحالي وهذا التعصب المذهبي بالطبع بيؤدي الى تأخر الامة وارجوحها للوراء وتخلفها باكملها طالما يوجد تعصب المذهبي لن يكون هناك حداثة ولا تقدم ولا ازدهار للأسف الشديد هذا التعصب المذهبي يعني حتى يومنا الحالي موجود في بلدانة العربية وهو اللي أدى الى دمار كله بلدانة العربية التعصب المذهبي ده سني ده شيعي ده إسماعيلي ده أحمدي ده مش عارف ايه مشكلة مشكلة كبرى طبعا وهناك كثير من المصادر ذكرت قصة اختيال الامام الشافعي مثل كتاب تحفة المحتاج المؤلفه شهاب الدين أحمد بن حجر وهو أحد تلاميذة الامام الشافعي وأيضا ذكر في كتاب حشية البجرمي على الخطيب المسمى تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع دي بعض المصادر اللي ذكرت قصة الاختيال كاملة يعني ويقول ابن حجر انه اشتهر ان سبب موت الشافعي ان فتيان ابن أبي السمح المصري وقعت بينه وبين الشافعي مناظرة وعندما خسر المناظرة قام فتيان ابن أبي السمح بالتطاول على الإمام الشافعي وشتنه ويسبه فوصل الأمر إلى أمير مصر فطلبه وعزره فحقد أكثر وأكثر على الشافعي فانتظره وهو خارج من المسجد بمفرده فضربه بمفتاح حديد كبير فشج رأسه فمرض الشافعي بعدها إلى أن مات ونقل ابن حجر لنا أيضا قصيرة أبي حيان التي تضمنت شرحي كامل وتفصيلي لعملية اختيال الإمام الشافعي وتبدأ القصيدة بقوله ولما أتى الشافعي مصر انبرى لإزائه أناس وتنتهي يعني القصيدة تنتهي به فشج رأسه بمفتاح من الحديد ويجاء في معجم الأدباء تصويرا كاملا لحيسيات اختيال الإمام الشافعي رحمة الله عليه فقال يقوت الحموي إنه كان بمصر رجل من أصحاب مالك ابن أنس يقال له فتيان فيه حدة وطيش وكان يناظر الشافعي دائما ولم يكن يقدر عليه في الحجة دائما مشكلة الإنسان الضعيف إنه ضعيف الحجة فدائما كان يستخدم يده يعني لا يستطيع أن يستخدم لسانه لأنه ضعيف الحجة فكان يستخدم القوة وهذا ما حدث مع الدكتور فارك فودا عندما لم يستطع الإسلاميين يعني مضاهاته في حجته وفي زكاؤه وفي قوة الحجة اللي كان بيدهالهم قاموا بقتله هي دي مشكلة الإرهابيين إنهم ليس لهم عقل ولا لسان ولا حجة فهم يستخدمون القوة طالما لا تستطيع أن تقنع قدامك بما تريد فتعرف يعني يجب عليك أن تعلم إنك ضعيف الحجة ولذلك تستخدم السلاح أو تستخدم العنف وهي دي مشكلة الإسلاميين والإرهابيين إن حجتهم ضعيفة لذلك يستخدمون دائما السلاح طالما أنت ضعيف الحجة دائما تستخدم العنف هي دي مشكلة الإسلاميين نرجع تاني لقصة اغتيال الإمام الشفعي قال يقوت الحموي إنه كان بمصر رجل من أصحاب مالك ابن أنس يقال له فتيان فيه حدة وطيش وكان ينازر الشفعي دائما ولم يكن يقدر عليه في الحجة فانتظروا يوما وهو خارج من المسجد بمفرده فهجم عليه هو وأتباعه وضربوه بمفتاح كبير من الحديد فحمل بعدها إلى منزله عليلا حتى مات كل المصادر تؤكد على أنه تم قتله على يد أتباع المذهب المالكي بمفتاح كبير من الحديد ومع ذلك وبالرغم من كل هذه المصادر والأدلة الموثقة في أمهات الكتب التي تؤكد مقتل الإمام الشفعي على يد أتباع المذهب المالكي إلا أنك تجد بعض يعني من الذين يحبون تجميل الصورة وتزويق الصورة أو تزييف الحقائق أو إخفائها يقولون أن الإمام الشفعي مات بمرض البواسير يعني أنا لن أعلق سأترك لكم التعليق لأنه ليس لدي تعليق يعني هما بيقولوا هو مات بمرض البواسير يعني بلرغم أن كل الأدلة وكل يعني كتب التاريخ تؤكد أنه مات على يد أتباع المذهب المالكي عن طريق بمفتاح كبير من الحديد ومن أجمل يعني أقوال الإمام الشفعي يعني أثناء خلافه مع أتباع المذهب المالكي الجملة قوية جدا يعني هي كل العداوة ترجى مودتها إلا عداوة من عداك عن حسد كل العداوة ترجى مودتها إلا عداوة من عداك عن حسد وطبعا هو كان يعني يلمح إلى عدائه مع أتباع المذهب المالكي اللي كانوا بيكفروه يعني وبينكلوا بيه وبتلاميذه لدرجة أنهم آتلوه في الآخر يعني لن أطل عليكم أكثر من ذلك هي دي كانت حلقتنا النهاردة بالطبع أحب أسمع أراءكم فيها وأحب أسمع أراءكم عن فكرة التعصب المذهبي بين المذاهب المختلفة في الأمة الإسلامية وهل فعلا أدت بنا إلى يعني الرجوع للوراء وتدمير الأمة وعدم قدرتنا على مواكبة العصر الحديث يعني طبعا طالما هناك تعصب مذهبي كن واثق أنك أنت لن تستطيع أن تفعل شيء أو أن تتقدم التعصب المذهبي يقتل كل شيء في مهدي طبعا أحب أسمع أراءكم في تلك القضية يعني ولن أطل عليكم أكثر من ذلك هي دي كانت حلقتنا النهاردة أتمنى بالطبع أنها تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة